اشتركوا في القناة وتستطيع سحب ما تريد من العقل الأسمى وبيحكي في موضع تاني كل المعرفة وكل الاختراعات المستقبلية وكل ابتكار وإبداع محله العقل الكوني وبينتظر العقل الإنساني ليسحبها وكلنا كيان واحد متصلين بعقل كوني واحد وبموضع تالتي بيحكي كل شيء بينبع من الكون ومن خلال قانون الجذب بينجذب إلى كل ما هو مثالي من أحداث وظروف وأشخاص وذلك عندما تبث التردد المثالي المتناغم مع الدعم الكوني فالذكاء الكوني يسري في كل شيء ويدبر كل شيء ليمنحك ما تره وهلأ بدنا نشوف شو هو الذكاء الكوني أو العقل الكوني وكيف بيتم التناغم معه من خلال استعراض أهم المعتقدات في الديانات الشرقية أول شيء عقيدة وحدة الوجود فكرة العقل الأسمى هي أساس عقيدة وحدة الوجود ويلي بتحكي إنه كل ما في الوجود هو الكلي أو المطلق أو العقل الكلي أو الأسمى وكل ما في الكون هو تجلي له وبالتالي فالإله موجود في كل شيء ويتم أحيانا عرض عقيدة وحدة الوجود بطريقة ملتوية فليس الإله أو الله هو الموجود في كل مكان بل طاقته وهذا مجرد أسلوب ملتوي لعرض هذه العقيدة فالنتيجة واحدة بالنهاية وعن هذا الموضوع بيحكي كتاب السر في صفحة 161 الكيان الإلهي هو الحقيقة الوحيدة وبيحكي في صفحة 162 من النسخة الإنجليزية النص الآتي وصف بعض أعظم المعلمين الكون بقولهم أن كل ما يوجد هو العقل الكون الواحد ولا يوجد مكان لا يوجد فيه العقل الكون الواحد وهو موجود في كل شيء والعقل الكون الواحد هو الذكاء التام والحكمة التامة والكمال التام وهو كل شيء في كل مكان في نفس الوقت وإذا كان كل شيء هو العقل الكون الواحد وكله موجود في كل شيء فهذا يعني أنه موجود فيه وبصفحة 163 الكتاب بيوصف العقل الكون الواحد بأنه هو الله وبالتالي فالموجود بكتاب السر هو ببساطة عقيدة وحدة الوجود وبهاي العقيدة تصور مختلف عن الكل أو الإله مجازا حيث ينبثق عن هذه كل الكائنات بالإشراق أو الفيض أو التجلي يعني بدون إرادة منه وبتستمد الكائنات منه روح أو قوة أو طاقة كونية ولهاي الطاقة عدة أسماء مثل برانا أو كا أو تشي أو كيشي أو مانا الفلسفة الثانية هي فلسفة اليين وليانج بينبني على عقيدة وحدة الوجود فلسفة اليين وليانج وبتحكي فلسفة اليين وليانج أنه الكلي انبثق منه الكون في شكل ثنائيات متناقضة ومتناغمة اسمها حسب الفلسفة الصينية اليين وليانج ويعبر عنها تضليلا بالطاقة الموجبة والسالبة وأولى هاي الثنائيات تكونا هي ثنائية العالم المادي المتجسد ونقيضه غير المتجسد ويلي بيحتفظ بخصائص الكل الأصلية لا مرئي لا شكل له وليس له بداية ولا نهاية وأعظم الثنائيات المتجسدة هي الشمس والقمر ومن بعدها الكواكب لهيك إلها تأثير قوي في الثنائيات الأدنى ومن بينها الإنسان ومن هنا بيتوضح بعض أصول علوم التنجيم والأبراج ويلي بتقدس الكواكب وحركتها اليين الأسود بيمثل القمر والأنوثة والسكون والبرودة والإيجابية واليانج الأبيض بيمثل الشمس والذكورة والحركة والحرارة والسلبية وثنائية اليين واليانج مضطردة في كل شيء لكنها ليست ثابتة بل بتتحول حسب حركة الشمس والقمر والكواكب وحسب قوى العناصر الخمسة الخشب والنار والأرض والمعدن والماء وفق الفلسفة الصينية وهدفها إيجاد التوازن الدائم في الطبيعة وطبعا هناك محاولات لأسلمت هاي الفلسفة والاستلال بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون باتمنى من يلي بيحاولوا يأسلموا هذا الشيء يفسروا كيف بتتحول هاي الزوجية وبتتغيروا وفق حركة الكواكب والعناصر الخمسة من المعتقدات الشرقية اللي بيقوم عليها الكتاب كمان الاعتقاد بوجود الجسم الأثيري الجسم الأثيري وفق المعتقدات الشرقية هو أحد أجساد سبعة لكل كائن حي وهو الجسد المنبثق من العالم غير المتجسد وأهم مضاقفه تواصل مع الطاقة الكونية واللي بتمثل التجلل لكل الواحد المتصفة بصفاته والأقرب إله فهي طاقة ذات خصائص إلهية بها قيام الكون وحياة الخلائق وإلها خاصية التدفق والإنسياب فبطاعة الأجسام البدنية قوة الحياة والصحة والروحانية والحب والسعادة وبتكون حصة الإنسان منها بقدر فهمه لهذه الفلسفة وتطبيقه لتمارينها وتعاليمها ومنهجها الحياتي بحيث بتتدفق الطاقة الكونية في جسمه الأثيري فبتمنحه طاقة الحياة وبالعودة لكتاب السر بيحكي الكتاب بنسخة الإنجليزية صفحة 158 أنت مجال طاقة وبيطابق الكتاب بين تعريف الطاقة عند علماء فيزياء الكام وتعريف الله عند علماء اللهوت والتعريف أن كلاهما لا يمكن أن يستحدث أو يعدم كان ولا يزال موجودا وهو كل ما وجد وما سيوجد ويتحول من شكل لآخر هيك بيحكي الكتاب أنت كائن روحاني وأنت مجال من الطاقة يعمل في مجال طاقة أكبر منه فهدف ما يسمع بعلم الطاقة وتطبيقاته من دورات وتمارين ورياضات وممارسات هو تحقيق التوازن بين الينج واليانج والتناغم مع الكون والوصول للنيرفانة يلي سيتم توضيحها بعد قليل ويتم كل هذا باستمداد الطاقة الكونية وتسليق مساراتها والحرص على تدفقها في الجسم الأثيري للإنسان عبر تنشيط للشاكرا قبل الانتقال لموضوع الشاكرا تجدر الإشارة إلى أنه بيتم تضليل الناس أحيانا بتقديم أجهزة يزعم أنها بتصور الجسم الأثيري كتصوير كيرليان ويلي في الحقيقة بيصور التفرغ الكهربائي الناتج عن تأيين الموائع حول الموصلات لاعتقاد بأسرار الشاكرا طبعا كلمة الشاكرا مألوفة لكل يلي بيشاهدوا أني ميناروتو والشاكرا بالمعتقدات الشرقية هي منافذ الاتصال بالطاقة الكونية وموجودة على الجسم الأثيري وبتشكل مع مسارات الطاقة جهاز الطاقة في الجسم الأثيري وبتعتبر التشاكرا بؤر الطاقة الحياة لكل إنسان وعدد التشاكرا بيختلف من معتقد لآخر وأكثر الوافد إلنا هو سبعة حسب التراث البوذي مرتبة من قمة الرأس إلى نهاية العمود الفقري ولكل التشاكرا رمز ولون خاص فيها وبتتجلى في نوع من الحجار الكريمي وبرائح من روايح الأزهار وبتمنح قوة خاصة لصاحبها إذا اهتم فيها ولتمام الاستفادة من قوتها تستخدم ترنيمات خاصة اسمهم مانترا في المعتقدات الشرقية وبتضم غالبا أسماء آلهة هندوسية وبتعمل المانترا على جمع الطاقة كما لو كانت عدسة فبيصير الشخص قادر على القيام بالمعجزات فبيحكي للرجل كون مريض فبيمرض أو كون معاففة بيكون وطبعا كالعادي هناك محاولات لأسمة التشاكرا فمثلا بيحكي واحد من المدربين ريك المسلمين أنه الإنسان بصير ذو روحانية عالية بتمكنوا من الصلاة بخشوع وطمأنينة إذا أعطى اهتمام خاصة الشاكرات العلوية الخاصة بالروحانية الاعتقاد بالنيربانا النيربانا عند البوذية هي المرحلة اللي بيحدث فيها خروج عن سيطرة العقل الواعي وبيوصل إلها الشخص بالإنهماك في التركيز في رياضة الروحية يلي بتأهله لمرحلة روحية أعلى فمن خلال المثابرة ممكن أن يتم الاتحاد بالكل فبيتصف الشخص بصفات إلهية وبتدفق فيه طاقة الكل وبيلهم الحكمة وبيعيش في حالة من النشوة وممكن يغشى عليه أو يتحدث بأمور مستقبلية أو من الماضي الصحي بالعودة للنيربانا فهي حسب المعتقدات الشرقية ضمان للنجاة من جولان الروح وفيها تتحقق السعادة وبالتالي فهي غاية ما يريد البوذي أو الهندوسي من تأملاته وعباداته فهي أصل الديانات الشرقية والوصول للنيربانا هي الغاية من الوجود عند هذه الديانات والنيربانا هي غاية كمان في التطبيقات المعاصر وبيختلف اسمها من رياضة لأخرى فتسمى في دورات المايكروبيوتك مرحلة السمو وفي دورات التأمل التجاوز الارتقائي مثلا المقصود بالارتقاء هو الارتقاء عن الطبيعة الإنسانية وتجاوز الصفات البشرية إلى صفات الآلهة والوصول للنيربانا وهذا على فكرة بيشبه يلي وصله جوجو في نهاية أنيمي دراجون بول سوبر وفي الوطن العربي بتتقدم هاي الدورات مع تغيير الترانيم إلى كلمات ذات معنى إسلامي مثل الله 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 أو أحد 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 وبيدعي بعضهم أن المنترا الإسلامية عرفها الرسول والصحابة وأنها مدت بلال بن رباح بطاقة كونية فتحمل البلاء وكمان بيفتر بعض اللي بدهم يقسموا هذا الكفر وبيحكوا أن النيربانا هي الحالية اللي بيستشعرها المؤمن في قيامه للليل أو في سجوده أو تكرار الذكر على اعتبار أنه بيرتبط العقل بالروح والجسد بانسجام فبتكون مرحلة التشافي والبرمجة والتغيير في قمتها وهذا افتراء بحث فالإنسان لما بيخشع بيفتقر إلى الله وما بيسع على الاتحاد معه وما بيغشع عليه وبيفقد وعيه فهذا ما كان لا حال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام وآخر شي عن النيربانا أنه الوصول إلها بيتم عن طريق موازنة الإنسان بين الين واليانج وبتقابل المكشة عند الهندوسية أو حالة الفناء في الواحد عند غلاة المتصوفة أو الديفيقوت عند القبالات اليهودية بنيجي الآن لحركة العصر الجديد وأشهر التطبيقات والممارسات لعلم الطاقة حكينا عن بعض الأسس يلي بيقوم عليها كتاب السر وبتقوم عليها تطبيقات علم الطاقة هلأ بدنا نحكي عن بعض الأمثلة لهذه التطبيقات بنبدأ في حميات المايكروبيوتك وهي حميات بتعتمد على خصائص متافيزيقية للأطعمة وفق فلسفة الين واليانج ويلي فيها بعض العادات النافعة بتالي بتزيد قدرتها على التضليق دورات البيوجيومتري أو الفنكشوي لتصميم المنازل والديكور اعتمادا على الخصائص الروحية للتماثيل والأشكال الهندسية لجذب الطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية وبيحكي كتاب السر إنه الفنكشوي بتعكس تعاليم السر طبعا كانت هناك محاولات لأسلمة الفنكشوي من خلال إضافة بعض المفاهيم الإسلامية مثل الاهتمام باتجاه القبلي بتصميم الحمامات وكيفية توضع الأثاث واستخدام الأعداد والأشكال الهندسية مثل استخدام خصائص شكلي الكعب المكعب لاستجاب طاقة الطمأنينة الروحانية في المنزق والمعلوم إنه الكعب هي بيت من حجارة وميزها الله ليس لأي شيء متعلق بشكلها أو طرازها دورات الريكي وهي دورات قائمة على دراسة المهارات الشفائية لسيدنا عيسى عليه السلام وبوذة ويلي بتدعي إنها بتجعل الخبير فيها صاحب لمسة علاجية عنده القدرة على علاج المريض بلمسة من إيده أو بطاقة قوية بيرسلها إله عن بعد ولو عبر الهاتف أو الإنترنت المهم يتم الاتفاق على وقيته معرفة اسم المريض وإمه وفيه عندنا دورات الطاقة البشرية ويلي فيها ممكن تجميع الطاقة الإيجابية من الطبيعة بين راحتين اليد وصنع كرة المحبة وبعدين قضفها برفق على أي شخص بدنيا فبينذب إلنا بقوة طاقة المحبة الإيجابية الكونية وفيه دورات البرمج اللغوي العصبي ويلي انتقت نظرياتها من علم النفس السلوكي والمعرفي وفنون الإدارة وغيرها ولهيك بتشمل بعض التمارين النفسية أو العلاجية الصحيحة لكن فيها كمان فرضيات غير مثبتة أو مرفوضة علميا بتم تقديمها لأنها حقائق علمية ومن الجدير بالذكر مقالة كريس هولبورن في مقالها Healing with Energy Medicine Shamanism and NLP والمنشور في مجلة مختصة بالبرمج اللغوي العصبي وفيها قالت إنه طب الطاقة لم يؤسس على علم الأمراض إنما أسس على التساؤلات التالية ما هي رسالتك في الحياة؟ لماذا وجدت في هذه الحياة وفي هذا الجسد؟ وما هي أمالك وكيف يمكنك تحقيقها؟ وهذا ببين الجانب العقد الفلسفي للبرمج اللغوي والبعيد عن العلم التجريبي وبيكفي نعرف إنه ريتشارد باندلر واحد من مؤسسين البرمج اللغوي العصبية من رواد حركة الشامانية الحديثة والدعمين إلها وواضح من اسمها إنها معتقدات وطنية ذات طقوس سحرية بتعتقد الشامانية بأرواح الخير والشر وراء كل حادث في الكون وإنه الشامان ساحر القبيلة له خدرات خارقة في التعامل مع الأرواح وأخيرا العلاج بخط الزمن ويلي بيندرج تحت البرمج اللغوي العصبية ويمكن المتدربين من رؤية مستقبلهم أو ماضيهم وحياتهم السابقة باعتماده على السحر والشياطين فمؤسسه تاد جيمس هو من دعاة الهونة وهي ديانة أهل جزر هواي وهي ديانة وثنية بتعتمد فلسفة الطاقة الكونية يلي بيتم استمدادها عن طريق عشرة آلهة ويتم تقديمها طبعا كأسلوب علاجي بتشمل السحر والاستعانة بالجن لتفعيل ما تسمى بقوى النفس الكامنة ووصلها بالقوى الكونية بمناسبة حديثنا عن العلاج بخط الزمن وحديثنا عن الحياة السابقة فتجدل الإشارة لمعتقد تناسخ الأرواح يلي بيعد من المعتقدات الرئيسة كمان في هاي البرامج والدورات التناسخ بيعني انتقال الروح بعد الموت من جسد بشري إلى كائن أعلى للتناعم أو أدنى للتعذب بدل دخول الجنة أو النار وبيستمر التناسخ حتى تطهر النفس فبتنعتق من تكرار المولد والتناسخ محكوم بقانون الكارما والكارما كلمة سينسكريتية معناها العمل وقانون الكارما هو قانون الجزاء في الديانات الشرقية يلي بيحكي إنه الإنسان سواء كان صالح أو طالح في إحدى دورات حياته فسيلقى الجزاء في حياته التالية فالكارما هي أساس عقيدة التناسخ وللأسف صارت كلمة كارما دارجة بين الناس للدلالة على إنه أي فعل سواء كان خير أو شار سيعود على صاحبه في النهاية والاتحاد مع الكلي هو وسيلة الخلاص من تناسخ الأرواح في الديانات الشرقية فما بيرجع الإنسان جزء من هذا العالم لأنه بيرجع للكينون المطلقة لهيك الاتحاد المطلق هو هدف كل هاي البرامج والدورات التدريبية أظن بيتضح الآن أنه كتاب السر وعلوم الطاقة وتطويقاتها هي مزيج من مفاهيم الديانات والفلسفات الشرقية ووثنيات القبائل البدائية متأثرة بالفلسفات الغربية مثل الفلسفة الوجودية والفلسفة النافعية وجميحها مقدمة بقوالب عصرية وأهم المروجين لهذه الأفكار هي حركة العصر الجديد يلي حكينا اسمها قبل شوي يلي تعد امتداد حديث للمذاهب الباطنية وظهرت في ستينيات القرن العشرين من خلال معحد إسل في أمريكا مستغلة للخوائر الروحي في الغرب بعد طغيان النزعة الاستهلاكية وتم تطارق إلها في موسوعة السبيل وسلسلة مقالات السيطرة على القطيع ومن أسباب انتشار هاي الأفكار في الغرب عاد عن الخوائر الروحي ويخلوها من أي إلزامات لمعتقديها وتقديمها كحلول سريعة أكيدة لمشكلات العصر والوصول للصحة والسعادة أو كبديل للطب التقليدي خصوصا لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان أو غيره وما إنه بتم تقديمها كرياضات وبرامج تدريبية بعيدة عن الدين وما بتتعارض معه لهيك تتبنى خطابه بيدعي الحث على الوقام والسلام بين الأديان فنجد شوا كوك سوي أحد مؤسسي العلاج بالبرانا بيحكي عن اليوغا مثلا هذا الشعور شائع عند معظم ممارسي اليوغا المتطورين والقديسين والصالحين في جميع الأديان وبيحكي كمان الرجل الحكيم مثل النحل حينما يجمع العسل من مختلف الأزهار فيقبل جوهر الكتب المقدسة المختلفة ويرى الخير فقط في كل الديانات والحقيقة إنه هاي الدعوات لا تعدوا كونها شعارات لتمييع الحقيقة ليصير الوحي السليم وكافئ للدين الأسطوري المحرف فالأديان الباطنية وحركاتها ما بتقود في الأسئلة الوجودية الكبرى وبتكتفي بالدوران حول المسلمات يلي بيتفق عليها كل الأديان مثل وجود الإله ومحبته وضرورة التعايش والوئام والسلام بينما بتدعو بشكل غير مباشر لنبض الأصول الأخرى يلي ما بيكمل أي دين إلا فيها وما بيصح جمعها مع أصول الأديان الثاني وبالنسبة لليوغا ويلي ما بتختلف عن غيرها بكونها طريق لتسهيل الاتحاد بالكلي فتجدر الإشارة لتمرين مثل سوريا نماسكارا وهو أحد أشهر التمارين يلي عولمتها اليوغا في أنحاء العالم لهيك ممارس اليوغا بيؤدي حركات ووضعيات بيلامس فيها الأرض بأقدامه وركبه وبإيده وبصدره وجبهته وبيكون مقابل للشمس غالبا ويفضل أنه يكون التمرين وقت الصباح بالمساء وهنا لازم نتذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها مع أنها تؤدى لله وحده والسبب كما في الحديث الصحيح أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار والتفسير الراجح للحديث أن الشيطان بيوقف بجهة الشمس بهذا الوقت فبتسجد له أتباع الديانات الكفرية بسجودهم للشمس أظن أنه ما تقدم كافي لكشف سراب السر وخرافة التنمية البشرية وبرامج العلاج بالطاقة ويلي بيحب يتوسع بإمكانه الرجوع لموسوعة السبيل وكتب الدكتورة فوز كردة حول المذهب والفلسفات الشرقية وبالنهاية إذا عجبتكم الحلقة فما تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة وإذا كان عندكم أي نقد بناء فبإمكانكم كتابته بالتعليقات تجدون روابط الحلقتين الماضيتين بوصف الفيديو أو التعليقات ودمتم بخير